اللاعب العراقي أبو حلوب في تصريح صحفي لبرنامج حيدر زكي قائلا لحد الآن ليس لدي نادي لأن المدربين كلهم يخافون من أبو حلوب وأكمل الحديث موضوع المغتربين دمر سمعة الكرة العراقية ولا يوجد لاعب مغترب يستحق تمثيل المنتخب العراقي فقط زيدان إقبال قد يشكل إضافة للمنتخب العراقي أما بقية الأسماء لا فائدة فقط عدد أيمن حسين أفضل من علي الأحمادي بكثير أصلا لا توجد مقارنة بشار رسم وهمام طارق وعلي جاسم أفضل من أمير العماري وأسامة رشيد وهذا أحمد علي لا أدري من أين أتوا به المنتخب العراقي أصبح متعدد الجنسيات إلو لدينا مغترب من أصول عراقية لجنة المغتربين نعم سوف نقمل أوراقه الثبوتية والرسمية لتمثيل المنتخب العراقي ما هذا لا يوجد محاسبة أين رئيس الاتحاد العراقي أين وزارة الشباب والرياضة الأوضاع أصبحت فاشلة والمشكلة الكبيرة اللاعبين المحليين من كثرة الهجمات ضدهم قاموا بالتقرب من المغتربين وهم مجبورين على أخذ الصور مع اللاعبين المغتربين لكي يضمنوا مراكزهم دون أن يطردوا من المنتخب العراقي أين وصل الحال في المنتخب العراقي لاعبين درجات خامسة ورابعة يسيطرون على المنتخب العراقي وأهل الأصل خارج المنتخب العراقي اللاعب العراقي كاردو صديق تعاف من الإصابة ولكن يبحث عن نادي جديد وتجربة جديدة ربما نراه في الليثة الإنكليزية مسألة عودته للمنتخب واللعب في كأس آسيا صعبه لكون الجاهزية تحتاج لمدة أكثر تنويه من اتحاد الكرة يقيم الاتحاد العراقي لكرة القدم احتفالية لبداية دوري المحترفين للموسم 2024 فاصلة 2023 يوم السبت القادم في مقر الاتحاد في الساعة السادسة مساء وستقوم شركة عشتار للنقل التلفزيوني بمنح التردد الخاص بالاحتفالية للقنوات الفضائية الراغبة بنقلها وستكون هناك منطقة للتصريحات للزملاء الصحفيين والإعلاميين لأخذ التصريحات من الحضور بيان نادي الكهرباء العراقي رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي تم عقد اجتماعا منفردا مع المدرب لؤي صلاح لمعرفة أسباب اكتعاده عن تدريبات الفريق لؤي صلاح قدم شرحا وافيا عن المسببات التي جعلته يتخذ قرار الابتعاد بعد شعوره بالظلم والغبن فيما يخص متعلقاته المالية التي بثم تنادي أربيل الأسدي طالب المدرب لؤي صلاح بالعدول عن قراره والعودة لقيادة تدريبات البرتقالي كون الفريق تنتظره مباراة مهمة في كأس الاتحاد الأسيوي مطالبة الإدارة واللاعبين جعلت المدرب لؤي صلاح يوافق على العودة لقيادة تدريبات الفريق بدءا من يوم الجمعة شهاب الليلي صاحب التسعة وخمسون عاما يقترب من قيادة نادي الشرطة الليلي يعد من أبرز المدربين التونسيين في المنطقة العربية بقيادته لعدة فراق عربية مثل دبي الإماراتي والجزيرة والفيصلي الأردنيين بالإضافة للثنائي الليبي مصر والأهلي بنغازي مع عدة أنديات محلية تونسية أخرى والمنتخب الأولمبي التونسي بدأ مشواره التدريبية في 2001 ولديه بالمجمل عشرين تجربة وأخرها كانت مع اتحاد بن القردان في يوليو الماضي والتي استمرت لثلاثة أشهر فقط إنجازاته كمدير فني هي كأس تونس مع النادي الإفريقي في 2017 وكأس الأردن مع الجزيرة في 2018 بالإضافة لكأس السوبر الأردني مع الفيصلي في 2020 المنتخب البلجيكي أكد للإعلام البلجيكي أنه ليس بحاجة إلى أمين الدخيل الجمهور العراقي والاتحاد قدموا كل شيء له ورفض تمثيل العراق أمين الدخيل يعيش أجواء صعبة بالنسبة له ويشعر بالخذلان من قبل المنتخب البلجيكي لأنه كان على أمل كبير في قيادة المنتخب البلجيكي لذلك قرر أن يخدم المنتخب البلجيكي على حساب المنتخب العراقي يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم في لال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع مدرب المنتخب الأول الإسباني خيسوس كاساس لمناقشة عدة ملفات وقاد كاساس المنتخب العراقي لتحقيق المركز الثالث في بطولة الأردن الرباعية الودية بعد تغلبه على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الأردنية بركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وقالت مصادر في الاتحاد العراقي لموقع العراق إن الاتحاد العراقي لكرة القدم بصدد عقد اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الإسباني كاساس حيث سيناقش هذا الاجتماع ثلاثة ملفات مهمة تتعلق بمهمة المدرب مع المنتخب العراقي وأضافت المصادر الاجتماع سيناقش تقييم مشاركة العراق في بطولة الأردن الرباعية الودية بعد مبارات قطر والأردن حيث سيقدم المدرب وجهة نظره الفنية ومدى الفائدة المتحققة من البطولة وتابعت المصادر بالقول الملف الثاني في الاجتماع سيناقش تحضيرات المنتخب العراقي لمواجهة إندونيسيا في أولى مباريات المنتخب العراقي بالتصفيات الأسيوية المزدوجة إذ من المرجح أن يطالب المدرب بتجمع داخلي يسبق المواجهة بأسبوع وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتحاد العراقي سيطمئن كاساس بأن مستحقاته المالية ستؤمن في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل وهو موعد تجديد عقد المدرب تلقائيا من جانب اتحاد الكرة خاصة أن الاتحاد العراقي ينتظر وصول الأموال من الحكومة العراقية خلال الأسبوع المقبل يذكر أنه في السادس من نوفمبر الفين واثنين وعشرين تعاقد الاتحاد العراقي مع كاساس لقيادة المنتخب الأول بعقد يمتد لأربع سنوات ليكون أول مدرب إسباني يقود المنتخب العراقي ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع